بسم الله الرحيم. معكم مستر علي. طبعا اه المتشكر جدا طبعا لدعمكم. طبعا تدعموني اكتر من التدب شير. لو انت على اليوتيوب اعمل صفحة اه علي مهدي او هاشتاج مستر علي مهدي. ولو انت طبعا على الفيسبوك اعمل صفحة جولوجيا حلوة. مع مستر علي مهدي. تمام? تضيبها ان شاء الله نحلم مع بعض النهاردة. الباب التاني الدرس الاول. في المعادة. من كتاب الامتحان. طبعا يعني انا مش بعمل اعلان لكتاب الامتحان وانا فعلا والله ما عرفش اي حد منه. ولكن هو ده الكتاب اللي انا شغال به بقى لي سنين. عمر الامتحان ما طلع منه. عمره ما جاب حاجات بره المنهج او اسئلة فيه ساعات كوتوب بتحب تجيب اسئلة معقدة كده عشان تعجز الطالب. لأ. انا ما عملش كده خالص. كتاب الامتحان ما بيعملش كده خالص. تمام? نبتق بها. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب المصطلح العلمي واحد الوحدة الاساسية التي يتركب منها الصخر هي المعادن. تمام? يعني الكشرة ارضية تتكون من صخور. والصخور تتكون من معادن. والمعادن تتكون من بلورات والبلورة تتكون من آآ زرات. تمام? السؤال التاني. مادة صلبة غير عضوية تتكون في الطبيعة ولها تركيب تميائي محدد وشكل البلوري سابت. طبعا ده المعدن برضو. وعشان كده عايزك تعرف حاجة مهمة قوي. المعدن لازم يكون فيه الصفات دي كلها. الخمس صفات دي. لازم يكون مادة صلبة. عشان كده البترول مش معدن لانه سائل. لازم يكون مادة غير عضوية. عشان كده الفحم البترول طب الفحمة صلبة. بس عضوي. في حلقة كربون. لأ مش عايزينه. مانفعش. المعدن لازم يكون غير عضوي. تتكون في الطبيعة. يعني ازا ما ينفعش تكون حاجة مصنعة. ما ينفعش يبقى الازاز مسلا. الازاز مصنعة. لها تركيب كيميائي محدد وشكل باللوري سابت. فيه ناس طبعا متوقع تقول لك الجليد ينفع معدن. لأ اجماعة لانه مش متبلغ. ما ينفعش. وبعدين ما لوش شكل بيه مصاهر ويتحول من صلب السائل لغازي. كل ده ما ينفعش معدن. المعدن لازم يكون لي تركيب كيميائي محدد وشكل اللوري سابت. طيب. رقم تلاتة. معادن تتكون من اتحاد عنصري او اكتر. يقولنا ان هي المعدن المركبة. طب والمعدن تتتكون من عنصر واحد فقط بس ما هي معادن عنصري. طيب. مثال كده على المعدن المركبة. الكوارتز مسلا. يتكون من سيليكون واكسجين. تمام? طيب المعدن العنصرية زي مثلا الماس كربون فقط. طيب. طيب. مش لسه الليلة دلوقتي ان الحاجة لازم يكون معدن غير عضوية. طيب ما فيك مياه عضوية. وفي مياه غير عضوية. طيب. اكسر العناصر انتشارا بالكسرة الارضية. ايه اول حاجة اخدناها من الثمان عناصر اكسجين. فعلا. ستة وربعين ستة من عشر. بعد كده سيليكون وبعد كده ايه? الومنيوم بعد كده يفضلوا بس اكتر حاجة منتشرة طبعا هي الاكسجين. خمسة. ترتيب زرات العناصر المكونة للمعادن. ترتيبا منتظما ومتناصقا. ده اسمه ايه? ده اسمه على الشكل البلوري او النظام البلوري. هو هو جسم هندسي مسمط. وكلمة مسمط دي مهمة جدا. اوعى تتخيل البلورة من جوا فاضية. انا عملت فيديو عن البلورات. تمام? والانزمة البلورية. اوعى تتخيل البلورة من جوا يعني علبة كده مسلا او صندوق فاضي من جوا لأ. دي مسمطة. ماشي? لها اسطح خارجية متساوية. تعرف في الاوجهة البلورية. طبعا دي البلورة. والسؤال اللي بعده جسم صلب يتميز بترتيب زر داخلي برضو دي البلورة. تحفظوا جماعة الحاجات اللي داي دي اللي هي بتبقى لما يسألك في المصطلح العلمي يوديك كزا شكل كده. لان دي ممكن برضو تتساءل فيها فعرف. طيب. سبعة. نزام بلوري مميز لمعدن الهاليت. طبعا احنا قلنا ان معدن الهاليت اللي هو اللي هو مالح الطعام. والنزام البلوري بتاعه انه هو ايه مكعد. بلورة تشمل تلات محاور. تلات محاور يبقى يلغي السوداسي والسولاسي اللي تحت. مش عايزينه. هليك بقى في اللي فوق. حلو. ماشي. متساوية في الطول ومتعامدة. يعني تماثل متميز خالص. يبدأ ايه? يا جماعة المكعب اول حاجة. اول حاجة خالص. هاي. احد العناصر الاسفسية في البلورة ويرمز لها ايه? وفي وسي. ما عندي اسمها المحاور. محاور البلورية. عشرة نفس الايجابة. المستوى الذي يقسم. لأ عشرة واحدة ثانية. عشرة. المستوى الذي يقسم البلورة قلنا ان هو اسم مستوى التماسل. وهو مستوى وهمي يقسم البلورة للنصفين المتسلين وتقول لوحد منهما مرآة للاخر. طيب. حد عشر. الخط الذي يمر بمركز البلورة. وتدور حوله. اه البلورة فيتكرر ظهور او او احرق او زوايا مرتين او اكثر. ده بجي في امتحان السودان الفين وتمنتاشر. ده طبعا اللي هو ايه? مستوى التماسل الرأسي. انت لو عملت افتارة المحور الرأسي اللي هو سي ولفت البلورة حوالين نفسها مرة كاملة. هتشوف الوجه كم مرة? لو مشيتها هوجوه هتلاقي نفسك اسهل. في المكعب هتشوفها اربع مرات. في الورباعي هتشوفها برضو اربع مرات. في احادي في المعين القائم هتشوفها مرتين بس لانهما كل وجه متقرر مراحل مرتين بس كده. السودان ست مرات. السودان ست مرات كده. يعني لازم هتشوف ايه? اخيل البلورة. وانا عملت بقول لك الفيديو ارجع الفيديو اسهل عشان ما ضيعش وقت كتير. رقم اتناشر. احد العناصر الاسية عند دراسة البلورة الفا وبيتا وجاما هي الزوائل بلورية. نعلم بقى هنا بقى? تلاتاشر. بلورة تشمل تلات محاول بلورية. حلو. يعني المجموعة اللي فوق. متعامدة. اه. يعني المجموعة الاولينية اللي هي اما ديق لك كده نطاق البحث خليك بتتكلم في في المكعب والرباعي وايه? والمعيني قائم فقط. ماشي? انت عامدة. تمام? اثنان متساويان والثالث يختلف. اوه بس خلاص كده. يبقى هو كده ضيع منك الايه? المكعب. ماشي? فاحنا نفكر قلنا في الرباعي طالما ما فيش تماثل تام. طالما التلاتة مش زي بعض. سنت ضيع منك المكعب. تعال نفكر بقى ايه بقى كده فضل الرباعي والمعيني القائم. ماشي. اتنين متساويين يعني ايه واحد تساوي ايه اتنين لا تساوي سي. يبقى ده الرباعي بس. لانه معيني القائم التلاتة مختلفين. ايه بيس ايه لا تساوي بيه ده تساوي سي. اربعتاشر. باللولة تشمل تلات محاور. حلو. يبقى في المجموعة اللي فوق. مختلفة في الطول. كلهم ايه وبيو سي مش قد بقى ولكن متعامدة في الزوايا يبقى داميين يستعيلوا ده وقت المعيني قائم. ماشي. اخبط نيش اهي اكيد. ايه رجع تاني. رقم. خلصنا اربعتاشر. يبقى رقم خمستاشر. باللولة تشمل تلات محاور باللورية مختلفة. وغير متعامدة. خلص. نقولنا ايه? نقولنا اتبعتاشر ومتعامدة تبقى دي معيني قائم. لكن تلات محاور باللورية وغير متعامدة يعني ايه? لا تساوي بيه لا تساوي السي. والفا لا تساوي بيه لا تساوي جامع. مين هو اللي كان بايز من كل له ده. ده اسمه سلاسي الميل. لو كان في واحدة بس ايه اللي ماي لو اتنين متعامدين كان بقى اسمه وحادي الميل. طيب. ستاشر. باللورة تشمل تلات محاور باللورية. مختلفة في الطول. سنين منهم متعامدين والسلس ماء لسا ايه لا هي? اللي هي مين? وحادي الميل. طيب. سبعتاشر. باللورة لها اربع محاور بس خلاص. اربع محاور دي فيها حاجة من اتنين. يا سداسي يا سلاسي. سلاسة منهم افقية. ما نفس الكلام ماشي. والرابع. سطول والرابع متعامد عليهم نفس الكلام برضو. ولها مستوى تماثل افقي. بس بدا السلاسي. سداسي ستة. اللي تحتيها ليس له مستوى تماثل افقي بدا السلاسي. خلاص. ندخل على اللي بعضه. موضوع سهل بس ايه متحققش على نفسك. اكتب اسم المعدن الذي يدل عليه كل عبارة من الاتين. واحد. معدن يكون صخر الحجر الجيري وصخر الرخام. ده اللي هو القلسايت. معدن يستخدم في الاسمنت هو هو القلسايت. معدن يتكون من كاربوتر الكالسيوم هو برضو القلسايت. سعيد يعني. الكاربوتر الكالسيوم القلسايت على طول. سي ايه سي اوس ري. واسمه الحجر الجيري. اسم الصخر يعني يبدو. معدن استخدمه انسان العصر الحجري. في الرسم على جدران الكهوف. واستخدم في صناعات السيارة. الانسان الحجري استخدم في سمعنا ان هو رسم على جدران الكهوف حاجتين. الهيماتايت عشان لونه احمر والليمونايت عشان لونه اصفر. وانا عامل على صفحة الجروجية حلوة هتلاقيني يكتب الكلام ده بالتفسير. هنا بيقول لك صناعة السيارات والسلك الحديد. بل هيماتايت حديد. ومش عارف يحفظها لو تلاحظ كل الادوية اللي هي بتبقى فيها حديد بيقول لك هيماترون هيمو مش عارف ايه. هو حديد باليوناني اسمها هيميا. ثلاثة. معدن استخدمه انسان العصر الحجري في صناعة السكاكين والحراب. ده الصوان. وانتمي الى مجموعة السلك. وهو هو نفسه حجر الصوان ضل استخدمه طبعا في ايه? في اكتشاف النار. معدن يتكون من ساني اكسيد السلكون ده الكوارتس. معدن يتكون من اتحاد ايونات نسبة. سالبة واينات السوديوم المجابة يعني ان اي سي ال. وفي نظام فكراري ينتج عنه نظام باللوري مميز على شكل مكعب. ده معدن الايه? هو الملح الصخري. يبقى ازا الصخر اسمه ملح صخري. المعدن اسمه العنصر من التركيب الكيميائي بتها واسمه والفصيلة مكعبة. يتكون كل من صخر الحجر الجيري وصخر الروحام قلنا اها كالسايد. استخدم الانسان ان قديم حجر الصوان في الحراب والسككين اللي قال اخر اجابته. استخدم الانسان في صناعة الفخار المعادن الصينية. استخدم الكدماء اهو استخدمها من المعادن اللي انت استخدمها الكدماء في الزينة. دي ايه بقى? الجمشت. تمام? خلي بالك بس في فرق بين الزينة والحلية. الحلية اللي هو الخواتم الحلقان الخلخال العقد الكلام ده كله. طيب الزينة لأ دي بقى اللي هي بس ايه دخلة العمارة. رسمة على الارض. حاجات زي كده اللي هي بقى فهمت? حاجات في في المباني نفسها. فده كان معدن اسمه الجمشت. يستخدم يستخدم الانسان في خمسة صناعة الزجاجية. الشقة الاساسي لتعريف المعدن كوكنه ايه بقى? لازم يكون ايه? فلز? لأ ما في معدن لا فلزية. المعدن في منها فلزية ولا فلزية. ما انت سائلة? لأ طبعا مستحيل ده لازم يكون مادة صلبة. ايه? لازم يكون متبلور. لازم يكون باللورات. طيب. الترتيب التنازلي للعناصر حسب نسبة وجودها في الكشرة الارضية. نقولنا اكسوجين سيليكون الليمونيوم حديد. هي اول واحدة. تمانية. تبلغ نسبة الاكسوجين في صخور الكشرة الارضية ستة واربعين وستة من عشر. يعني دي حاجة لازم تبقى حافظها من غير تفاهم يعني. دي برد. ماشي. اقل العناصر التالية انتشارا في الكشرة دي. ايه? يا جماعة في ايه? اقل العناصر انتشار في الكشرة في الصخور. كلمة نيتروجين اصلا مش موجودة. يبدأ ايه? نيتروجين انه اصلا مش موجود. عادي نفتكارها. هما كانوا تمانا عناصر. اكسوجين سيليكون حديد. آآ كالسيوم. سوديوم. مغنيسيوم. بوتاسيوم. كل دول تمانية وتسعين ونص في المية. وبيت الجدور الدوري واحد ونص بس في المية. من واحد ونص في المية هتلاقي انك تباشي? هم? عشرة. يقعد الموجود في الكشرة الارضية ضمن مجموعة نزمة محافظة الكاربونات. حداشر ده سؤال اولمبي. عنصر غازي. وعنصر صلب. نسبة وجوده هما اكسر من اتنين والتمانية من عشرة في المية ودخلان في عديد من الصناعات الكيميائية. يقولوا اللي هما ايه? الغازي والصلب. حانت فكر. مستحيل ده سيليكون رهيب السيليكون سبعة عشرة. سبعة من عشرة. يبقى فاضل. انا بجاوبها لك حتى لو انا واحد ما عرفش الاجابة. تفكر ازاي معها. يا بص لازم برضو تتعلم ان اجابة الاسئلة حاجة من اتنين. يا اما. اسلوب التفكير يعني عشان تجاوب اي سؤال. يا اما استقرائي. يا اما استنباضي. استقرائي يعني انا اريها وحافظها. اول ما هشوفها هجاوب على طول. تمام? يعني مسلا تمكن ولا نعمل تعرف على اكثر من الفين معدن. محفوظة ما فيهاش زار دي. انما سؤال زي اللي فات استنباضي بقى. ابصت على الاختيارات طب لا ده ما ينفعش. ده ما ينفعش. ده ما اه خلاص يبقى هو ده. تمام? ففي اسئلة بتبقى معتمد على زكائك. واسئلة تانية معتمدة على حفظك ودي ما فيش حد هيعرف فيه ساعدك فيها. لاجم تكون مزاكرة كويس وحافظها. طيب. اكثر مجموعات المعادن شيوعا في صخور الكشرة الارضية. هي مجموعة. ما بالعقل كده. تعال افكر معين. مين اكتر المعادن موجودة اصلا في الكشرة الارضية? اول واحد اكسوجين يعني الاكسيد. تاني واحد سيليكات. انت شاهد كلمة اكسيد? لأ. يبقى سيليكات خلاص. النظام البلوري اللتي يتميز اكبر قدر من التماثل البلوري اللي هو المكعب. معظم المعادن تنتمي الى فصيلة وحدي الميل. المعادن المكون للرخان. هم. وانتمي الى مجموعة معادن. هو احنا عارفين ان هو كالسايت. يبقى يتكون من مجموعة الكربونات لان هو كالسيام كربونات. او كربونات الكالسيام. كل هزيه البلورات لها سلاسة محاول فقط. عادة بلورة مين? نقولنا اللي يوم اربعة ومحاكتين. يا سلاسي يا سوداسي. يبقى السوداسي. كل هزيه البلورات محاورها متعمدة الزوايا. معادة الرباعي متعمد. معاني قائم هو باين ما هو قائم هو. متعمد. المكعب متعمد جدا طبعا. سلاسي الميل اه هو ده. ده مش متعمد. عندما تكون محاول بلورية السلاسة افقية. والرابع يبقى ده سلاسي ولا سداسي? ماشي. هنفكر. هو بها مستوى تماثل افقي? لا يبقى ده سداسي ستة. النظام البلوري الذي يشمل تلات محاور بلورية مختلفة. هم? دلات محاور بلورية مختلفة في الطول. ماشي. وغير متعمدة. يعني بقى يسخار لسه يبقى ده سلاسي الميلة. طيب. النظام البلوري الذي يشمل تلات محاور بلورية مختلفة. يسوي وبعض. في الطول ولكنها متعمدة. يبقى ده مين? المعيني القائم. اتنين وعشرين. تشترك فصيلة المكعب والمعيني القائم في ايه بقى? طيب. عن محاور المكعب كلها متماثلة. كلها قدم عضية. النمل المعيني القائم? لا. يبقى ما فيش غير ايه التعامض. هنا هنقول اجابة اختلاف الترتيب اه سوري. اتنين وعشرين نقول تعامض المحاور البلوري. الصورة مش واضحة. يختلف الكوارتز عن الهاليت بشكل البلوري بسبب. اكيد طبعا عشان تشكل البلوري اختلافي بايما الزوايا اختلفت يا ايما المحاور اختلفت. مظبوط? طيب الزوايا المحاور دي معتمدة علي ايه? معتمدة على الزرات. بحث بس خلي بالك. البلورة بتتكون ازاي? تكون ان كل زرات بتكون عايزة تبقى وقفة في حالة استقرار. لا يحصل لها تجاذب للي جنبها ولا تنافر مع اللي جنبها. فكل واحدة فيهم بتقف في مكان معين مريحة. فالوقفة دي او الترتيب ده يطلع لك في الاخر هو دي البلورة. يبقى ايزا المتحكم الاساسي. فاي شكل باللوري هو ايه? اختلاف ترتيب الزرات. الاجابة الاخيرة. طيب. انا بحض نخش على السؤال اللي بعده. الجبس. قلته مية مرة قبل كده. الكبس. قلنا ان هو ايه? من مجموعة الكابريتات. طيب. من المعادن العنصرية المرفرتة في القشرة ارضية اللي هو المعادن العنصرية اللي هي من حاجة واحدة بس. المالاكايت. هتبقى اول واحدة اللي هي الكاربونات. الماجني طايد. هتبقى مجموعة الاكاسيت. خمسة. الانفي بول. هنقول ان هو سيليكات. واخيرا السفالي رايت. هنلاقيها مجموعة الكابريتات. طيب. انا هكلم بقى ادلوقتي الناس اللي خدت الباب التالت الصخور النارية. عايزك بس تفتكر حاجة. كل معدن شفته في سلسلة بون التفاعلية. ده سيليكات. ارجع كده مكرر كلامي. وشوف يعني بعد ما شفت سلسلة بون تفاعلية. افتح بقى الباب التاني. وشوف المعدن. هتلاقي ان انا فعلا لو طولك صح. كل سلسلة بون التفاعلية مكتوبة في الحتة بتاعت السيليكات. من غير تفكير لمفي بول مسلا سيليكات. طيب يا جماعة بس عشان الجزء ده انت لازم تبقى حافظه يعني. بس. اقول لك الاكسوجين كم هستر يعني. لازم الحاجات دي تبقى انت حافظها. وتجاوبها لوحدك. بس هاسبها لكو شوية. مش هتفكروا فيها او تاخد. الناس اللي مش عندها الكتاب. طيب ايه اللي بعده? يدول برضو لازم تكون حافظه. ماشي. طيب ايه اللي بعده? ايوة بقى الكلام المهم ده. واحد. يتعين على الانسان بتعرف على مكونات الكشرة الارضية. ليه? ممكن تجاوب الاجابة بتاعت اهمية دراسة الجيولوجيا بتاعت الباب الاول. بس يعني ما تقولش السبع حاجات اختصرها شوية. يعني هتقول ان هو لازم يستفيد من خيراتها. ويستخرج المواد اللي هي مصادر الطاقة. ويستخرج مياه جوا فيه عشان استطلاح الاراضي. ويبني المدن. والعمليات العسكرية. هتقول كل الكلام ده. هتقول السبع نقط. اتنين. يعتبر الكوارتز من المعادن بالنسبة للجيولوجي المتخصص. ليه? لانه عشان اطلق على حاجة انها معدن لازم تكون. مادة صلبة. مصبوط. غير عضوية. موجود. اه طبيعية. موجود في كل الكلام ده موجود في الكوارتز. لها تركيب باللولي سابط معروف. وشكلك التركيب دي مياه محدد معروف. خلص. يبقى ازا الكوارتز نقدر نقول عليه معدن واحنا متطمين. لا يعتبر الفحم من المعادن من وجهة نظر الجيولوجي المتخص. ليه بقى? هتقول نفس الاجابة لان هو معدن لازم يكون فيه الخمس حاجات دول. وقلنا ان هو لازم يكون مادة غير عضوية والفحم عضوية. طيب كلمة تجريه هو ده نزل في امتحان التجريب بتاع السودان. انا عندي التجريب بتاع الفين وتمنتاشر وان شاء الله اعمل فيديو واحله لكم فيه. لسه ان كنت مستاني لما المنع كله اخلص. عشان ما بقاش انا باتكلم في حاجات انتم لسه ما درستوا اش. لا يعتبر زيت البترول معدنا. هنقول نفس الاجابة هي هي. وهتقول في ساعتها ان هو مادة صلبة والزيت البترول مش صلب. خمسة. اه يعتبر الزجاج معدن. لان لازم يكون للمعدن مادة طبيعية والزجاج صناعي. لكل معدن نظام باللوري محدد. ايوة بقى. ليه? لان قلنا ان المعدن يتكون من هيه? عناصر. ماشي? والعناصر دي بيبقى لها ترتيب معين هو ده اللي عملت دي البلورة. فايزن ان عشان اقول على حاجة معدن لازم تكون انها متبالورة. من اهم صفات المعدة الخمس صفات لازم يبقى موجودين. ان شاء الله اه طبعا ربنا يكرمكم بتدخلوا تب. هتعلموا ان في حاجة اسمها الاعراض. وعشان اشخص المرض لازم يكون فيها اعراض. فمسلا. مسلا يعني انا بتكلم كده. عشان اقول ان الشخص ده عنده حمى. لازم تبقى درجة حرارته عالية. وبيرجع وبيترعش. وعمده تكسير اعزام. احس نوع جسم كله مكسر. لو لقيت الاربع عضو بس ما لقيتش الترجيع لأ مش هقدر اقول عليها حمى يبدأ مرض تاني. نفس الحالة هنقولها هنا. انت عندك خمس صفات عشان تقول عليه ان ده معدن. لو واحدة منهم مش موجودة يبدأ مش معدن. طيب رقم سبع. اقل انزمة البلوريات هي مسؤولة سلاسة المية. ليه? ان هو المحاور كلها مش قد بعض والزوائة كلها مش متعامدة. تمانية. يعني عندنا التماثل البلوري بين نصفين البلورة السطح العلوي الوسط عضح السفلي لسصيلة السلاسة. نقول ليه? انها ليس لها مستوى تماثل افقي. ومستوى التماثل الافقي هو مستوى وهم يقسم البلورة الى عن نصفين. متماثلين كل من هما مرأة للاخر. تسعة. النزام البلور المكعبي يميز معدنة هوايت. يعني اقلتها طبعا لان ايونات السوديوم والكلور بتكون متخزة اوضاع اه الاوضاع الاكسر استقرارا لها فالترتيب ده يديك في الاخر فصيلة المكعب. او الشكل المكعب. رقم عشرة معدن الجليرة معدن الجلينة له باللورة تشبه المكعب. لأ هتقول نفس الكلام. حتى لو انت مش عارف مين الجلينة يعني. هتقول لان ايوناته المنجبة تتحدد مع تتحد مع ايوناته السالبة في نزام تكراري ينتج عنه نزام باللوري مميز لمعدن الجلينة. وهو شكل مكعب. الذي يتميز بتساوي اطوال المحاور وتعامل الزوائع. واحد. اولمبي. خلي بالك. لا يمكن اني يتواجد المعدن الواحد في اكثر من نزام باللوري. ليه? لان احنا قلنا ان اما يواجد المعدن ان هو يكون له شكل باللوري ثابت. ما ينفعش تشوفه مرة كده ومرة كده. ما ينفعش بخير معدن. اه شوية سلاسي وشوية سداسي وشوية رباعي. لا لا. لازم يكون الجلينة اللي موجودة على وجه الكرة ارضها كلها مكعب. اقترف باللورة النظام المكعبي عند باللورة النظام الرباعي وباللورة النظام المعيني. دي بسيطة. هتقول المكعبي ان فيها اي تساوي بي تساوي سي او اي واحد تساوي اتنين وادتساوي اتلاتة والفا وبي تساوي تساوي تساوي. انما الرباعي اي وم اي واحد تساوي اتنين لا تساوي سي. والفا وبية توج lett عمضية. المعينة القائمة هتقول في ان اي لا تساوي بي لا تساوي سي ولكن الفا وبية توج lenمو متعامضية. رغم تساوي عدد محاور النظام البلوري السداسي والسلاسي الا ان هم مختلفين. ليه? لان مستوى التماثل السوداسي قلتها مية مرة ولازم لازم تعرف الفرق بينهم. هنتين شمع بعض بالزبط لو خدتها بايه ايه وبيو سيه والالفا وبيتا وجابة. تمام? ان مستوى التماثل السوداسي يتميز بوجود مستوى تماثل افقي يقسم البلورة الى نصفين متماثلين كل منهما من الاخر. تقدر تقطعها بالسكينة كده بالنص تلاقي النص لفوق لنص لتحت. انما السوداسي ملوش مستوى تماثل افقي. اربعة رغم تساوي عدد المحاور في اوحادي الميل وسلاسي الميل الا ان في بينهم اختلاف. لان في اوحادي الميل زاوية واحدة بس هي اللي ايه? مش متعمدة. انما سلاسي الميل التلات زاوية عنده. ما المقصود بي? المعدن. مادة صلبة غير عضوية. اه تتكون في الطبيعة لها شكل بلوري ثابت وتركيب كيميائي محدد. اتنين. اوجه البلورية. هنقول الاول هي الاسطح الخارجية للبلورة. واتكتب تعريفي عن الاخر والبلورة تعريفها جسمة عندسة مسمطة او اوجه. التعريفات دي لازم تبقى حفظها طبعا. الشكل البلوري المعدن. كل ده عندك كل لازم تبقى حفظه. لان انا عندي بقاردة بصراحة. اه ايه ده? ده في سؤال اه نحوة التانية. اطول محاور بلورة هتقول تعريف محور البلورة. محور التماثل البلور الرأسي. هنقوله طبعا ان هو مستوى ان هو المحور الرأسي الذي تدور حوله البلورة. فهتكرر زور الاوجه والاحرف في الزوايا مرتين او اكثر. مستوى التماثل قلناها بنلورة النظام المكعبي. بص الى انظمة كل اللي جاي بقى انظمة هتقول فيها طبعا ايه? كل اللي تعرفوا عن المحور. سويا اللي مش مستوى. الزوايا بتعمده ولا مش متعمده. تمانية. ماذا هيحدث في كل حالة من الحالات الاتية? واحد. تساوي اطوال محاور البلورة وتعامل زوايا تنتج ايه? بلورة مكعب. اتنين. ازا كانت محاور البلورة غير متساوية ولكنها متعمدة. يبقى ده ايه? المعيني القائم. ازا كانت البلورة لديها تلات محاور. غير متساوية وغير متعمدة. البايز خالص قلنا مين? شلاسي الميل. يعني ميل بالسلس يعني بص. اختلاف زوايا النظام البلوري المعيني القائم. يعني هو لو كان معيني قائم. يعني. ايه? لا تساوي بي لا تساوي سي. والفا وبيتا وجام المتعمدين. طيب حصل واختلفوا ساعتها هيتحول على طول لايه? سلاسي ميل. خمسة. ازا كانت المحاور البلورية متعمدة. واثنان فقط متساويين في الطول. ها? ده اللي هو الرباعي. ستة. ازا كانت البلورية لها اربع محاور ولا تماثل افك. لها تماثل افك يبقى سوداسي. اللي بعده ليس لها. يبقى ده ايه? سلاسي. ننسوا بها كلام بسيط بس عمالي تكرر كتير. يبقى ده سلاسي. تمانية. زادة طول احد المحاور في النظام المكعبي. خلاص بقى رباعي. ما خلاص? كارن بين كل من. صخر الحجر الجيري وصخر الجنانيت. من حيث المعادن المكونة له. طيب. الحجر الجيري. ده معدن. نمج جرانيت تتكوى من وفي الاسبار ومايكو. اتنين. معادن العنصرية والمعادن المركبة. معادن العنصرية تتكوى من عنصر واحد زي الدهب او الماس. معادن المركبة اللي هي معنصرين او اكثر زي مثلا الكوارتس. والآآ ممكن تقول حاجات تانية بقى عادي. كوارتس والجرانيت. قول ايا حاجة فيها اكتر من من عنصر. سوري جرانيت ده صخر. ممكن تقول بقى الحاجات اللي هي مثلا. قول الكالسايت. المعادن الكالسايت لانه فيه كالسيوم كربونات. طيب. تلاتة. النظام البلوري المكعبي والرباعي. نحيص. عدد المحاور. ماشي. تلات محاور. علاقة الاطوال محاور مع بعضها. اي واحد تسوي اتنين اي تسوي اي تلاتة. انما في التاني بقى اي واحد تسوي اتنين لا تسوي سي. ما تكتبلوش الرموز كده بس اشرحها. يعني يقول له محوران متساويان والثالثة اختلف. نذكر واجها للشابه واخر الاختلاف. المعاياني قائم وسلاسي الميل. واجه الشابه ان هما عندهم تلات محاور. الاختلاف بقى. ها. وممكن برضو نقول كمان التلات محاور غير متساويين. ايه لا تسوي بيه ده تسوي السي. نعم المعاياني قائم. زوايا متعامدة. انما سلاسي الميل زوايا غير متعامدة. فصلة السلاسي والسلاسي. وجه الشابه. ان هما فيها اربع محاور. وهنقول ايه. كل طرف ايه لا تساوي بيه ده. ايه واحد ايه زي تساوي ايه اتنين تساوي ايه تلاتة لا تساوي سي. في الاتنين. هتقول بقى الفرق طبعا جوهري اللي بينهم ان هو السلاسي ليه مستوى تماثل افقي انما السلاسي ليس له مستوى تماثل اوحادي الميل وسلاسي الميل. اتنين زي بعض في المحاور. ولكن في الزوايا واحدة بس ايه اتنين متعامدين واحدة مائلة انما في سلاسي الميل التلاتة مائلين. الفصائل التي تشمل على اربع محاور. هو هو نفس ايجابة السؤال التاني اللي هو السلاسي والسلاسي. النظام البلوري الاكثر تماثلا اللي هو المكعب. والنظام البلوري الشائع اللي احنا قلناه ان هو مين? آآ معاني قائمة. اللي بعده. هلو بقى لأسألة المتنوعة دي عشان بتخلوها دي يفكر يوني. كيف ترتبط حياة الانسان بمكونات المعدنية? هتقول بقى استخدامات المعاذن قديما وحديثا. ايما كان بيرسم بيعا الكهوف او بيصنع الحراب ودلوقتي يبقى يستخدمه في الايه? في السكة الحديد وصنع والطرق والسيارات. مما يتركب الصخر? الصخر يتكون معادن. معادن ممكن تكون عنصرية او او مركبة. وتقول بقى طبعا امثلة. هل بالضرورة ان تشترك المعادن مكونة للصخر? في صفات معينة? هم? مع التفسير. طيب. هاتلي مثال عشان افهمك. انت ما قلت مسلا صخر الجرانيت في الاسبار ومايكا وكوارتز. هل بالضرورة انها تكون ليها صفات معينة? اكيد. ليه? عشان يقدروا ويعيشوا مع بعض. يتعايشوا مع بعض. ما نفعش تجيب لي مثلا? صخر معدن بيتمغنط مع معدن تاني ما بيتمغنطش. واحد بتأثر بالحرارة واحد لا. عرف الانسان المعدن منذ قديم الازل. طبعا هنقول ان احنا بقى ايه استخداماته في بتاع في العصر الحجري والحاجات دي كلها. نفس الاجابة ايه ايه في الرابع? هتقول بقى استخداماته قديما واستخداماته حديثة. خمسة. الاستخدامات الحديثة. ووضح في العمثلة كافية استخدامة الانسان الحديث للمعدن. ستة. اذكر فائدة واستخدام لكل معدن. يعني ساعات في ناس كده في العيوة بس كده. اذكر فائدة واستخدام كل معدن من المعدن الاتاية. واحد الليمونايت. الليمونايت اللي هنو اصفر كان يستخدم في الكهوف في الرسم على جدران الكهوف. الفايروز. لا ده حاجة للايه? للحلي والزينة. المالاكايت. ده استخدمه الانسان المصري القديم في كزينة. مع الفايروز. ده طبعا استخدمه في صناعة الحديد. الهيماطايت والماجنيتايت الفرق بينهم. هتجاوب والله. ده جروب الواتس اف يا جماعة. بس عملين بيسألوا في حاجة. هجاوبهم حالا. بس بعد ما خلص. الماجنيتايت. والهيماطايت. الاتنين حديد. والاتنين زي بعض. بس الهيماطايت حديد بس. الماجنيتايت حديد ومغنط. فلو سألك الماجنيتايت او الهيماطايت الاتنين نفس الاستخدام. اللي هي السك الحديدية والطرق والسيارات. عرف المعدن والاتهى النهاردة مية مرة. مع ذكر مسال لمراكبات طبيعية لا تعتبر معدن. البترول والايه? والفحم. مما يتركب المعدن منها من بلورات. ومعدن عنصري ولا معدن غير عنصري كده. اي من المواد الاتنية معدن وايها غير معدن. اندهب معدن الفحم لأ. الجليد لأ. ابص في ابحاث كتير قلة الجليد يعتبر معدن. عشان هو متبلور في فصيلة السوداسي. كلام كلام كتير جدا كده. لكن بصراحة. انا مش معايا. حتى كتاب الامتحان نفسه في الاجابة قال ان هو يعتبر معدن. بس انا مش مقتنع. فعشان بس نتكلم احنا مش بنعمل دكتوراه احنا عايزين بس نجيب الدرجة النهية. فلو جالك جليد في الطبيعي في الامتحان اللي هو جليد القطبين غير جليد التلاجة. تعطي الليزر والحاجة الساعة. قول لي عاسيدي ان هو معدن وخلاص. لكن انا مش مقتنع خلاص. البترول مش معدن الماس. معدن الجرافيت. معدن طبعا يا جماعة. معدن. مع كربون. خلي بالكم الماس والجرافيت اللي اتنين كربون زي بعض. ولكن عشان هما اختلفوا في مكان التكون. الجرافيت بيتكون فوق على السطح. انما الماس بيتكون تحت ضغط شديد. عشان كده الشكل البلوري اختلف. فده بقى جرافيت اسود. بيتعمل بيه. آآ لمة الرصاص. والتاني بقى ماس. نقي. وغالي جدا. وشفاف. اذكرنا عن ناصر السمانية المكونة غالبية الكشرة الارضية. اكسوجين. سيليكون. الومنيوم. حديد. كالسيوم. سوديوم. ماغنيسيوم. بوتاسيوم. وطبعا هتكتب. الايه. آآ. نسبتها. ستاربين ستونة عشر سبع سبع العشر. وعلى حد الاخر. ما اكسر المجموعات انتشارا? هم. اكسر مجموعات انتشارا? هي مجموعات طبعا السليكات. بص يعني بص الى اي مجموعات معدنية دي قلتها خاص. وطبعا عليكو حفظ ولازم تقولها. مين كابريتات مين كابريتات مين مش عارف ايه? اقول لك بقى الكلام ده كله. كيف تحطيت شكل باللولة طبعا علاقة بالمحاور. هتقول طبعا انها لو لو فيه تماس ولها تبقى ايه? لو مسلا نقول ايه بتساوي ايه واحد تساوي اتنين تساوي ايه تلاتة بدا مكعب? لو ايه واحد تساوي اتنين لسه ما تساويش سي بدا رباعي وطبع بقى تحكي القصة دي كلها. وضح. تركيب البلولي المعدن. خلاص بقى خلاص يعني انا مش حاول اكرر. كيف هتكون الهايكل بنائل البلولة? زو معدن هلايت هتقوله المكعبي بيتكون ازاي? يعني خاصة اللي عمل موزائزة لبلورة الفصيلة السودازي. اقولها اقولها. العلاقة ايه واحد ايه اتنين ايه تلاتة لا تساوي سي زواية هتقولها واتقولها ساعة الافقي. مستوى الافقي. اه معظم المعادن طبعا معايني قائم. اكتب الرقم الدار. طبعا دي ارقامه لازم تبححفظها. نسبة الحديد قد ايه? لازم تبححظه. عدد معادن زادة قيمة اقتصادية. قد ايه? عدد العناصر التي تدخل في تركيب معادن الكالسايد طبعا الكالسيوم والكاربون والاكسوجين سي ايه سي او سري. تمام? اه نسبة وجود عنصر معانيسيا. لازم تبححفظه. هتقول لوحدك. انه نشهره لك. عدد محاول النظام البلولوري السودازي اربعة. عدد الزواية المتساوية في فاصلة الرباعي. الزواية التلاتة والتلاتة متعمدة. خلاص. عدد محاول البرولة في تلاتة. خلاص. واحد سودازي اتنين اه معيني قائم. تلاتة ميلة شوية. ميلة شوية فهنقول ان هي. ما حسسها وحادي الميل. وحادي الميل. مش هارفها سلاسي. اه رقم اربعة. اه سلاسي. رقم خمسة مكاعدة. ماشي. في الشكل الباني التالي المحور الرأسي. تمام? يمثل النسبة المقاوية. ماشي. والمكونة على سخور الارض. اذكر ماذا يمثل الاف وبيه. اكيد اكتر حاجة موجودة خالص. احنا شايفين اعلى رقم بالنسبة لنا. ايه? هيكون الحديد. والف هيبقى الماغنسيوم. ولا اقلم الحديد شوية اللي هو الكالسيوم. طيب الاشكال البيانية التالية توضح العلاقة بين اطوال محاور في بعض الانزمة البلورية التي ترستها. ماشي. انا شايف واحد كده ان تلات محاور قد بعض والرابع طويل شوية. يبقى ده يا سداسي يا سلاسي. تمام? فهنقول الالف. يعتبر الشكل واحد منه زمان بلورينين. ما هما سداسي وسلاسي. وكي تميز بينهم في ان السداسي له مستوى تماثل افق. والسلاسي ليس له تماثل افق. به. اكتب مثال لمعدن يوسل الشكل اتنين. انا شايف الف اي و بي و سي قد بعض بالزبط. تلات محاور قد بعض بالزبط. اديك مثال اه في المعدن في البلورة في المكعب. مسلا الهالايت. تمام? اه تلاتة. انا شايف اتنين قد بعض وواحد مختلف. ما ده ممكن نقول عليه الرباعي. ايه اللي علاقة بين زاوية التلاتة متعمدين? شايفهم كلهم متعمدين او. ده لي. ما ان زمان بلورة زي عبر عنه الشكل اربعة. واحدة بس ايها الميلة وتنين متعمديني بقى ده. وحدي الميلة. كده خلاص. خلصنا. طيب اي احد عنده اسئلة تقدر تسأله لي في الكومنتات. تمام? يعني دي انا بحس ان انت استفدت. عشان تشوف كل اللي جاي. ان شاء الله احل الباقي. ومن خلص خالص نبدأ نحل امتحانات بوكلت مع بعض. شير بقى طبعا عشان تفيد زميلك لو انت استفدت تفيد زميلك ويمكن يطلع علينا ضعوة حلوة من اي حد منهم يعني. شكر جدا. اه لو حد عايز يشترك على جروب الواتساب يبعط لي. برضو بحل اسئلة سعدت يعني ايه لما يكون حد عايز يسألني سؤال واجاوبه بسرعة. لان غير ما يستنى الحلقة الجاية. اه نشترك على جروب الواتساب وخلص. يسألني على جروب الواتساب وبيفيد زميلك. حسن? السلام عليكم.